لازم اكلمكم عن شريف اسماعيل هذا الرجل يجب وليس تعاطفا وليس شفقة وليس مشاعر بس كده انسانية علشان الحالة الصحية اللي هو فيها اطلاقا اقسم بالله هذا الكلام موجود في قناعاتي حتى قبل ان يصاب المهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومة بهذا المرض الذي نرجو من الله ان يعافي منه ويعافينا جميعا ان شاء الله ويقي اجسدنا شرور الامراض كلها مهندس شريف اسماعيل رئيس وزراء انا بقول لحضرتكم انه سيذكره التاريخ كثيرا ربما هو من اقل من اقل رؤساء الحكومات حديثا ربما هو من اقل رؤساء الحكومات ظهورا ربما هو اقل رؤساء الحكومات القاءا للخطب والبيانات واجراءا للحوارات سواء الصحفية او التلفزيونية يعني انا عايز حرككم كده اتغمضوا عنيكم والمهندس شريف اسماعيل تقريبا بقى له دلوقتي 3 سنين داخلين في 3 سنين او اكتر شوية او اقل افتكروا اخر حوار تلفزيوني شفتوه للمهندس شريف اسماعيل افتكروا اخر مرة لمهندس شريف اسماعيل شفتوه كان بيكلم او بيعمل حوار مع صحيفة او مع تلفزيون انا مدة عملي هنا مثلا في الحياة اللي قاربت 3 سنين انا عمري ما عملت حوار مع رئيس الوزر واعتقد 99% انا مش فاكر يعني انا عمل افتكر دلوقتي مين عمل حوار مع رئيس الوزر متهيق لي حد او اتنين على مدارة 3 سنين متهيق لي وكان لظرف استثنائي وقتها كده ده معناه ايه ده معناه انه رجل يجيد الفعل ولا يجيد الكلام ودي النوعية اللي احنا طول الوقت بنطالب بيها ما اكثر رؤساء الحكومات وما اكثر الوزراء والمسؤولين اللي صدعونا تصريحات وصدعونا حوارات واشبعنا منهم ظهور في التلفزيون كنا طول الوقت بنقول لهم ابوس ايديكم كفاية وعود كفاية كلام كفاية تصريحات ورونا شغل ورونا نتيجة ورونا تواصل في الشارع هذا الرجل فعل ما كنا نطلبه طول الوقت بنقول له نعمل حوار يقول لك معلش انا اسف انا عندي شغل طب نتكلم عن كذا يقول لك انا كلامي في المشروع اللي انا بيرفزه ولما يطلع للنور اي كلام حيجب لان الكلام المشروع هو اللي بيكلم عن نفسه والحقيقة صدق الرجل ده رقم واحد رقم اتنين المهند الشريف اسماعيل كان حكومة او يرأس حكومة اصلاحية بامتياز معظم رؤساء الوزراء مع كامل اللي احترام كلهم اشخاص عظيمة وفطاحل بس كلهم كانوا بيجوا يكملوا كانوا بيجوا ايه يكملوا على اللي بيحصل احنا بشي في السكة دي يلا نكمل فيها ونكمل المهند شريف اسماعيل وطبعا مش لوحده بتعليمات وتوجهات من القيادة السياسية ورأس السلطة التنفيذية اللي هو الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اخد القرارات الصعبة قلولي انهي حكومة جات في تاريخ مصر خلال التلاتين اربعين سنة اللي فاتت خدت هذه الاجراءات الصعبة وتحملت انها تعبث بشعبيتها وانها تراهن على بقاءها ومصرها وتوافق على ده وتبقى مقتنعة بيه ومؤمنة بيه هذه حكومات شريف اسماعيل شكرا